إذن بالنسبة 99% هذا هو القامس الجديد للمنتخب الوطني المغربي من شركة بوما كان هناك أنباء حول فسخ العقد فشار 8 بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبيوما الشركة لشدة الألبسة الرياضية للمنتخبات الوطنية ولكن هناك أخبار يعني تسربات في الأوين الآخرة أن هذا الخبر غير صحيح وأن الجامعة تجدد العقد مع بوما إلى غاية 2026 ودوى القامس ديال المنتخب المغربي إضافة إلى أقمصة التدريب اللي رنحط لكم يعني كنا ناظرنا عليها في فيديو سابق إذن بوما ما زالت مع المنتخب المغربي يعني عقدها ساري ويتمدد إذن هذا الشيء لدينا في هذا الفيديو طالعوا في رأسكم تشاو تشاو